في قصر السلام الملكي في جدة استقبل الملك سلمان ضيفه الغائب منذ سنوات خمس سنوات كانت كافية لإنهاء القطيعة بين الدولتين الكبيرتين في المنطقة أنهاها الملك سلمان بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة المملكة وتتويجا لجهود مستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات بين الطرفين حيث أكد الرئيس التركي قبيل مغادرته الأراضي التركية بأن زيارته إلى السعودية مؤشر لبدء مرحلة تعاول جديدة وتأسيس عهد جديد وتعزيز جميع الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين الرئيس التركي اجتمع أيضا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي أهب الماضي أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قال عن تطورات إيجابية في العلاقات مع السعودية ماهدت لإجراء هذه الزيارة وتأتي هذه الزيارة بعد توتر في العلاقات بين الرياض وأنقرة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقتي في القنصلية السعودية بإسطنبول ترجمة نانسي قنقر